السلام عليكم إن شاء الله نكمل في دورة حفظ ميت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في الدرس ده حديث رقم 77 وحديث رقم 78 حديث رقم 77 يروي سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم أي من استسلم لله سبحانه وتعالى إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده يطلق عليه إن هو مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني يأمن المسلمون من لسانه ويده إنه لا يتطاول على إنسان لا يسب إنسان مسلم ويده إنه لا يعتدي على إنسان بيده لأن المسلم أخو المسلم لأن ده من أخوة الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر مانها الله عنه الهجرة أنت بتترك شيء وتنتقل من شيء لشيء ده معنى كلمة مهاجر تنتقل من مكان لمكان أصل الهجرة أنت تهجر مانها الله عنه يبقى أنت علشان تكون إنسان مهاجر وتأتي بالهجرة على حقها إن أنت تهجر ما نهى الله عنه نواهي الله تبارك وتعالى أنت بتبهد عنه في عموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حقوق المسلمين على بعضهم البعض المسلم أخو المسلم يبقى من أخوة المسلم على المسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومن يطلق عليه أنه مهاجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري حدث رقم 78 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الإمام مسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الإمام مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كل ما أسكر فهو خمر الخمر كل ما بتطلق على كل ما خامر العقل يعني غيب العقل فكل حاجة بتسكر بتعد من الخمر ليس المقصود من الخمر اللي هو شراب الخمر إنما أي شيء يسكر فده بيعد بيعد خمر لو إنسان أخد برشام برشام ده أسكره ففي الحالة ده ده يعد خمر يبقى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كل ما أسكر الإنسان وغيب عقله فيكون حرام يعني الإنسان يرتكب جرم ويرتكب كبيرة من الكبائر لأن ده خمر وإحنا عارفين إن شرب الخمر من الكبائر يبقى كل مسكر خمر كل شيء يسكر الإنسان ويغيب العقل بتاعه يكون خمر القليل منه زي الكتير يعني أنت أخدت حاجة ليلة زي ما كنت أخدت حاجة كتير ممكن إنسان يقول أنا ما سكرتش أنا عقلي ما تغيبش لا ده يصدق عليه نوع مسكر كل مسكر خام الليل بتاعه زي كتير وكل مسكر حرام يعني وكل مسكر كبيرة من الكبائر وجرم من الجرائم ربنا تبارك وتعالى يحاسب العبد عليها بين يديه يبقى الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الإمام مسلم يبقى احنا في الدرس ده أخدنا حديثين الحديث رقم 77 و 78 من دورة حفظ 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديثين يرون سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أول حديث رقم 77 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري حديث رقم 78 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الإمام مسلم هل راجع إن شاء الله خمس أحاديث من أخذناه قبل كده من أول الحديث رقم 36 للحديث رقم 40 حديث رقم 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه الإمام مسلم حديث رقم 37 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه الإمام مسلم حديث رقم 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة رواه الإمام مسلم حديث رقم 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم حديث رقم أربعين عن أبي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما توضع أحد لله إلا رفعه الله رواه الإمام مسلم أسأل الله الكريم أن يرزخنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزخنا مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم طبطم أهل القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته